يبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر يجتمع خلالها بالأمير الشيخ تميم الحمد الثاني وفاد ديوان رئاسة الوزراء الفلسطينية أن زيارة اشتية لعدد من الدول الخليجية تأتي ضمن تحرك فلسطيني لتنصيق المواقف وحجد الدعم اللازم لخطة إعادة أعمار غزة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع نتابع هذه الزيارة مع مرسلتنا من الدوحة سونيا الوافي سونيا ماذا في أجندة هذه الزيارة وأيضا اللقاءات التي يجريها اشتية في الدوحة نعم يجري اشتية مجموعة من اللقاءات في الدوحة طبعا هذه الزيارة تأتي في ذمن جولة خليجية شملت كلا من الكويت وسلطنة عمان يصل إلى الدوحة محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ليلتقي أمير دولة قطر شيخ تامي بن حمد الثاني هدف هذا الزيارة هو تنسيق المواقف العربية وكذلك الحشد الدعم اللازم سياسيا وماليا لإعادة أعمار قطاع غزة إثرى الحرب الأخيرة الإسرائيلية التي كانت على قطاع غزة ودمرت العديد والألاف من الوحدات السكنية بالإضافة إلى القطاعات الخدمية كان أمير دولة قطر في نهاية شهر مايو الماضي قد قرر تقديم نصف مليار دولار إلى فلسطين إلى قطاع غزة بهدف إعادة أعمار القطاع لتكون بذلك قطر ثاني دولة عربية تعلن تقديم مساعدات مالية إلى قطاع غزة بعد مصر التي أيضا تعهدت بتمويل القطاع ب500 مليون دولار المساعدة تذهب مباشرة إلى القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء بالإضافة إلى المنازل التي دمرت كليا جراء العدوان أو الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة هناك لجنة وهي لجنة إعادة أعمار غزة تبعة لوزارة الخارجية القطرية طبعا هذه اللجنة منذ سنوات تعمل على إعادة أعمار القطاع في جميع القطاعات هذه اللجنة ستشرف أيضا على إعادة أعمار قطاع غزة هذه المرة بعد الحرب الأخيرة من المنتظر أن يلتقي أشتايا كما قلت بأمير دولة قطر من أجل دعم قطاع غزة ومن أجل دعم إعادة أعمار هذا القطاع كل تفاصيل هذه الزيارة سنتناولها طبعا بعد اللقاءات التي سيجريها محمد أشتايا رئيس الوزراء الفلسطيني سنيا الوافي من الدوحة شكرا لك